جلسة مجلس النواب الاستثنائية التي خصصت لمناقشة أوضاع البصرة أطاحت بحسب رأي البعض بآمال رئيس الحكومة حيدر العبادي في ولاية ثانية لا سيما بعد مطالبة كتلتي سائرون والفتح بتقديم حكومته لاستقالتها العبادي اعتبر ما حصل في الجلسة محاولة تسقيط وتشكيل تحالفات جديدة وهذا يشيء بالتحولات ومتغيرات قد تظهر خلال الساعات المقبلة كل القوة السياسية الآن جهودها منصب نحو تشكيل معادلة قوية قادرة على أن تنتج حكومة فاعلة وقوية ومؤثرة قادرة على أن تدير المشهد القادم أمام التجاذبات السياسية الموجودة على مستوى الداخل على مستوى الاقليم على مستوى الدول وأيضاً أزالت الخيارات مفتوحة القوة السياسية تؤكد التزامها بما قالت المرجعية أو بما ألمحت إليه المرجعية الدينية في ضرورة الذهاب باتجاه وجوه جديدة وجوه فاعلة وجوه شجاعة وقوية وحازمة قادرة على أن تعطي انطباعات لتغيير نمطية العملية السياسية في العراق مراقبون للشأن السياسي يرون أن العبادي ما يزال يملك حظوظاً كبيرة تماثل زخم النصر الذي حققه على داعش كما أن العامل الدولي والإقليمي مهم ومؤثر في تشكيل الحكومة العراقية حتى ما إعلان قطع حبل الود بين الولاية الثانية للدكتور العبادي وسائرون والفتح التي أعلنتها يوم أمس لهناك بارقة أمل ما زال السيد العبادي تمسك بها ولا يسيما بعد إعلانه البيان بعيد انتهاء الجلسة ذات الصراع السياسي بأن أنا أرى بلديه حظوظ قد تكون مقاربة عربية ودولية ممن حقق النصر العسكري وحمى البلاد من التقسيم وحمىها أيضاً من أتون الطائفية فيما يرى آخرون أن العبادي أساء تقدير الموقف في جلسة المجلس إذ كان يعتقد أنه يمكن له أن يصنع رأياً عاماً يصب في صالحه من خلال الحديث عن منجزات حكومته كان يتوقع بأنه سوف يخرج منتصراً أو على قد تقدير يعني يصنع رأي عام عراقي مؤيد له ولكن أتصور جاءت النتائج بما لا يتوقع السيد العبادي ابتداء من الأدلة القانونية وكذلك الواقعية والإدارية التي قدمها وساقها السيد محافظ البصرة والتي خلقت رأي عام عراقي فضلاً عن رأي عام حتى في كتلة سارون وكذلك الإصلاح والإعمار وثبت فشل إدارة السيد العبادي الحكومية خلال السنوات الأربع الماضية اشتراطات المرجعية التي أشارت إلى ضرورة تغيير الوجوه من خلال عبارة المجرب لا يجرب وامتقادها لطريقة تشكيل الحكومات السابقة قد يعزز من منح عملية استبعاد اسم رئيس الحكومة الحالي لولاية ثانية من بغداد وليد الشيخ الحرة